يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم بوركت يا طيبة يا مدينة الرسول ها هو العطر الملائكي يفوح من جنبات بيت علي وفاطمة المولود الجديد يشرق جمالا وسؤددا ورقة إنه جمال محمد وسؤدد علي ورقة فاطمة صلوات 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 على فاطمة وعلى ثمرة مهجتها الحسن الزكي ورحمة الله وبركاته إليك إليك بقية الله إليك إليك كلي وبعض ورحمة الله سلام 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 مع كل نفس من أنفاسنا مع كل دقة من دقات قلوبنا مع كل دقة دم في شراييننا سلام 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 عليك يا قائم آل محمد سلام سلام على منتظريك بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الثانية بعد العاشرة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك مر حديثنا عن الزهرائيين والبتريين وفي الحلقة الماضية وقفت معكم وأنا أعرض بين عيديكم الوثائق والشواهد والشواهد تخبركم عن الثقافة البترية المعاصرة كل الكلام كان موثقا فمن بترية السستاني إلى بترية المرجع الأعلم الذي عينه هو من بعده إنه إسحاق الفياط إلى البترية الأقدر لولده محمد رضا والذي سيكون المرجع المستقبلية في النجف بحسب ما خطط له ويخطط له السستاني الأب مجموعة بترية هي استمرار للبترية الخوئية فمن بترية الخوئي إلى بترية السستاني إلى بترية إسحاق الفياط إلى بترية محمد رضا السستاني الذي يعد مرجعا مستقبليا ومن هذه المجموعة البترية المرجعية إلى بشير النجفي وإلى التحفة التي أتحفنا بها فيما يرتبط بأدلته لإثبات ولادة إمام زماننا بتلك طريقة السخيفة جدا إنها مسخرة بتمام معنى الكلمة وبعد ذلك انتقلت معكم إلى مجموعة محمد باقر الصدر فمن كاظم الحائري إلى محمد باقر الحكيم إلى محمد باقر الإيرواني فمحمد باقر الإيرواني هو الآخر معدودا في تلامذة محمد باقر الصدر ومن هذه المجموعة انتقلت إلى كمال الحيدري ومن كمال الحيدري إلى محمد السند وهو يبرر للعلماء والمراجع البتريين موقفهم السخيفة من إمام زماننا ومن محمد السنة إلى علي الحسني البغدادي حيث يحدثنا عن طاها نجف وعن مهدي القزويني مثل ما يقول هكذا هم أكابر العلماء لا يريدون أن يدركوا زمان الظهور الشريف حدثنا عن أكابر العلماء ومن علي الحسني البغدادي انتقلت بكم إلى الناطق الرسمي باسم حوزة النجف إلى الوائل إلى الأمثولة البترية المرجعية المقصرة لهذا السبب فإن السستاني يتبناه أسوة وقدوة لبيان العقيدة البترية القذرة ويوجه خطباء النجف لكي يكون على المنهج الوائلي البتري نفسه ومن الوائلي وبترياته القذرة عرضت لكم صورة مختصرة لخطيب من الخطباء الصغار المعاصرين زمان الحسناوي ومنه إلى أحد رفاق محمد رضا السستاني إنه خالد الدراج التحفة التحفة العلمية ومن خالد الدراج إلى نزار التميمي وبالتعبير العراقي نزار التميمي نزار التميمي الذي يظهر من كلامه أنه يدعي أنه الإمام المهدي صلوات الله عليه استمعتم إلى سخافة قوله فعرضنا هذا الإمام أبو اللقو للتعبير الشعب العراقي عرضت هذه المجموعة بين أيديكم موثقة وواضحة جدا كي تعرفوا أن الثقافة البترية وأن المنهج البترية هو المنهج الذي يتحكم بالواقع الشيعي في العراق في العراق وغير العراق إنها الحوزة الطوسية اللعينة التي أسسها الطوسي سنة 448 للهجرة ومنذ ذلك اليوم والمنهج البتري هو المنهج الحاكم وإلى هذه اللحظة ويبدو أنه سيبقى مستمرا عليكم أن تتذكروا هذا الواقع البتري لأنني سأحدثكم عن البتريين في سياق أحداث الظهور حينما يخرجون لقتال إمام زماننا هؤلاء إن أدركوا عصر الظهور فهؤلاء هم الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا وإن لم يدركوا عصر الظهور فهؤلاء سيعدون جيلا الأجيال البترية القادمة هي التي ستتكفل بهذا الدور سيتكفلون بحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إنهم أنتم وأبناؤكم وأحفادكم هذا هو الواقع الشيعي القذر البتري في النجف وكربلا وفي سائر مناطق العراق وفي سائر المناطق الأخرى التي يتواجد فيها الشيعة الطوسيون البتريون هذه خلاصة لما تقدم من حديث في الحلقات الماضية وخصوصا في الحلقة السابقة ما أريد أن أطرحه اليوم وكذلك في حلقة يوم غد أريد أن أطرح موضوعا مهما جدا يرتبط بالأجواء البترية اللعينة الكتاب الكريم تحدث كثيرا عن بني إسرائيل القرآن تحدث عن أمم عديدة لكنه تحدث كثيرا عن بني إسرائيل تحدث كثيرا وكثيرا جدا من أهم من أهم ما يمكن أن يرصد فيما تحدث به القرآن عن بني إسرائيل الواقع البتري لبني إسرائيل قد تقولون كيف ذلك إذا دققتم النظر في آيات الكتاب الكريم فإن الكتاب الكريم تحدث عن نوعين من الدين عند بني إسرائيل هناك دين الأنبياء والأوصياء وهناك دين الأحبار الأحبار هم الذين ابتدعوا دينا جديدا وحاربوا الأنبياء والأوصياء هذه القصة واضحة واضحة جدا في كل آيات الكتاب الكريم رواية التقليد المفصلة التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهما هذه الرواية كل موضوعها في هذه النقطة إنها مقارنة بين أحبار اليهود ومقلديهم ومراجع الشيعة ومقلديهم رواية التقليد سأقف عندها يوم غد في حلقة يوم غد لكنني سأحدثكم الآن من القرآن عن دين الأنبياء ودين الأحبار الأحبار هم الذين يقال لهم في زماننا الحاخامات إنهم مراجع اليهود في سورة البقرة إنها الآية الحادية والستون الآية طويلة أذهب إلى موطن الشاهد منها وضربت عليهم الذلة والمسكن ضربت على اليهود لأن الآية تتحدث عن اليهود فأول الآية وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وتستمر الآية السياق في هذه الآيات في سورة البقرة في تأريخ بني إسرائيل أذهب إلى موطن الشاهد من الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة البقرة وضربت عليهم الذلة والمسكن وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وماذا يفعلون ويقتلون النبيين بغير الحق يكفرون بآيات الله بحجج الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري بخصوص هذه الآية طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الخامسة والثلاثين بعد المائتين الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه ويقتلون النبيين بغير الحق من هم الذين يقتلون النبيين بغير الحق إنهم الأحبار الذين يوجهون عوام اليهود لقتل الأنبياء في بعض رواياتنا وأحاديثنا من أنهم كانوا يقتلون الأنبياء والمخلصين للأنبياء من أول الصبح إلى الظهر وعند العصر يقوم عندهم سوق البقل بتعبيرنا الشعب العراقي علوة المخضار يقتلون الأنبياء وأتباعهم من أول الصبح إلى الظهر والعصر بسطون علوة المخضار الآية الحادية والستون بعد البسملة من سورة البقرة فيها إشارة إلى ذلك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد إنه الطعام الإعجازي الذي أنزل إليهم من السماء المن والسلوى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها هذا هو سوق البقل من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق يقتلون الأنبياء من أول الصبح إلى وسط النهار إلى وسط اليوم وعند العصر يقوم عندهم سوق البقل يبيعون فجل وكرا هؤلاء 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 هم اليهود أعود إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري ويقتلون النبيين بغير الحق الإمام يقول وكانوا يقتلونهم بغير حق بلا جرم كان منهم إليهم ولا إلى غيرهم لم يصدر أي أذن من هؤلاء الأنبياء لا إلى اليهود ولا إلى غيرهم وكانوا يقتلونهم بغير حق بلا جرم كان منهم إليهم إلى اليهود ولا إلى غيرهم حكاية اليهود في القرآن حكاية واضحة هناك حرب بين الأحبار والأنبياء وهذه من الحقائق المغيبة التي يغيبها المنهج التفسيري البتري اللعين فمن الذين يقتلون الأنبياء ليس عند اليهود من ملوك وإنما هناك أحبار وهناك عامة اليهود فالأحبار هم الذين يوجهون عامة اليهود لقتل الأنبياء هذا هو الذي قد حصل في التاريخ اليهودي ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وفي الآية الحادية والتسعين بعد البسملة من سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله هذا الكلام عن اليهود في زمان النبي وهنا لا بد أن أقف وقفة قصيرة اليهود الذين كانوا في زمان النبي إن كانوا في المدينة أو في المناطق المجاورة للمدينة ما الذي جاء بهم إلى هنا هؤلاء في أصولهم عراقيون جدهم الأعلى إبراهيم عراقي وهم عاشوا في بلاد الشام وتحديدا في فلسطين ربما تنقلوا في بقاع الشام الأخرى لكن مركزهم المعروفة فلسطين قوم حضريون بلاد الشام تختلف في أجوائها وفي طبيعتها عن بلاد الجزيرة العربية ما الذي جاء بهم من الشام إلى هذه الصحراء القاحلة التي لا فيها ماء ولا فيها شجر والحرارة ساعرة في أجوائها إنهم جاءوا يبحثون عن يثرب لأن أنبياءهم قد أخبروهم بأن النبي الخاتم سيكون من ولد إسماعيل من أبناء عمومتهم ومن أن المكان الذي سيهاجر إليه هو يثرب فجاءوا بصدق وإخلاص اعتمادا على ما خبر أنبياؤهم وأوصياؤهم وجاءوا إلى أرض الحجاز ولهم حكاية مفصلة لا أجد مجالا كي أتناولها خلاصة الكلام اليهود في الجزيرة العربية جاءوا منتظرين بعثة النبي وجاءوا وهم صادقون في نيتهم لنصرته صلى الله عليه وآله ما الذي جعلهم يحاربون النبي بعد ذلك الأحبار الأحبار حرفوا الدين الحاخامات المراجع هم الذين حرفوا الدين فأقنعوهم بأن النبي ليس من ولد إسماعيل وإنما هو من ولد إسحاق حرفوا الكلم تحريف الكلم الذي يتحدث القرآن عنه هو هذا حرفوا علامات ظهور النبي أنبياؤهم أو صياؤهم أنبأوهم أخبروهم بعلامات ظهور النبي الحكاية هي الحكاية مثل ما نحن نبحث عن علامات ظهور إمام زماننا كانوا يبحثون عن علامات ظهور النبي الخاتم ولكن الأحبار بعد ذلك حرفوا الدين مثل ما فعل الصحابة في سقيفة بني ساعد ومثل ما فعل المراجع الطوسيون في سقيفة بني طوسي الحكاية هي الحكاية إنها حرب على الأنبياء والأوصياء ولكن كل مجموعة بحسبها هذا هو السر في أن القرآن يصر إصرارا عجيبا على الحديث عن بني إسرائيل مع أن بني إسرائيل قلة قليلة وإلى يومنا هذا لا يشكلون مقدارا كبيرا بالنسبة لمليارات البشرية عدد قليل من الملايين لكن القرآن يصر إصرارا عجيبا وغريبا على أن يتحدث دائما عن بني إسرائيل المشكلة هي هي ولذا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يخبر شيعته من أن تيهكم يا أيها الشيعة سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل وإمامنا الصادق حين يتحدث عن التقليد يقارن بين تقليد عوام الشيعة لمراجعهم وبين تقليد عوام اليهود لحاخاماتهم لأحبارهم الحكاية هي الحكاية هذا هو شهر رمضان وهو شهر القرآن حينما تقرؤون القرآن هل تفقهون هذه الحقائق لماذا لا تفقهون هذه الحقائق لأنكم بتريون لأنكم لا علاقة لكم بقرآن العترة الطاهرة لأن دينكم ما هو بدين العترة الطاهرة لا تفقهون شيئا من القرآن وإذا ما علموكم القرآن علموكم تفسيرا وفقا لمنهج الشياطين لمنهج سقيفة بني ساعد هذه هي الحقيقة الكاملة أعود إلى الآية الحادية والتسعين بعد البسملة من سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا إذا قيل لليهود في زمان رسول الله ليهود المدينة وللذين يجاورون المدينة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا هذا منطق الأحبار عوام اليهود ما كانوا كذلك الأحبار هم الذين حرفوا الدين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل إذا كنتم تؤمنون بكتبكم ودينكم مثل ما تدعون قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين تلاحظون أن الخطابة كان لليهود المعاصرين للنبي هل يهود المعاصرون للنبي ما قتلوا نبيه من هو هذا النبي الذي قتلوا القرآن يخاطبهم يقول لهم من أنكم قد قتلتم الأنبياء إنه يتحدث عن أسلافهم ولكنه يعد الذين عاصروا النبي من قتلة الأنبياء لأنهم على منهج الأحبار الذين أمروا أسلافهم بقتل الأنبياء الحكاية هي الحكاية الواقفة الذين أسسوا دين الواقفة بعد استشهاد إمامنا الكاظم لو كانوا يجدون طريقا لقتل إمامنا الرضا لقتلوه لكنهم ما كانوا يجدون طريقا لذلك يخافون من الأوضاع السياسية حيث الدولة العباسية وحيث ما كان يجري في الواقع المجتمعي آنذاك لكنهم لو كانوا قد وجدوا طريقا لقتلوا الإمام الرضا الحكاية هي الحكاية ولذا فإن البتريين في زمان الظهور سيخرجون بقضهم وقضيضهم لقتل إمام زماننا الحكاية هي الحكاية قل فلم تقتلون أنبياء الله الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا بها المفضل بن عمر حيث أن الإمامة الصادقة يتحدث عن قتلة الحسين في آخر الزمان يتحدث عن قتلة الحسين في آخر الزمان ويصفهم يصفهم بأنهم يزورون الحسين ويتشافون بتربته يتبركون بتربته والإمام يقول عنهم من أنهم قتلت الحسين ومن أنهم قتلت الأنبياء في آخر الزمان الحكاية هي الحكاية وإذا قيل لهم آمنوا يا يهود المدينة آمنوا برسول الله هذا هو النبي الذي جاء آباؤكم وأجدادكم لنصرته وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا فقط ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين في الآيات التي تسبق هذه الآية في الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من سورة البقرة جاء فيها وكانوا من قبل اليهود وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا على كفار العرب والجاهلية ويقولون نحن مؤمنون وننتظر النبي الخاتم فلما جاءهم ما عرفوا لما جاء النبي الذي كانوا ينتظرونه ويعرفونه في كتبهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين هذا ما هو كلامي إنها أحاديث العترة في تفسير قرآنها وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كانوا يعرفون رسول الله وعندهم العلامات هذا هو الجزء الأول من تفسير العياش إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في صفحة التاسعة والستين إنه الحديث الثاني والسبعون عن أبي عمر الزبيري عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه فيما يرتبط بالآية فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإنما نزل هذا في قوم اليهود وكانوا على عهد محمد صلى الله عليه وآله لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم ولا كانوا في زمانهم وإنما قتل أوائلهم الذين كانوا من قبلهم فنزلوا بهم أولئك القتل فجعلهم الله منهم وأضاف إليهم فعل أوائلهم بما تبعوهم وتولوهم في زمان النبي لم يكن هناك من نبي قد قتله اليهود وإنما الأجيال السابقة التي أذعنت للأحبار مع ملاحظتي أن الذين جاءوا إلى جزيرة العرب ما كانوا قد قتلوا نبيه وإنما الأجيال التي سبقتهم جاءوا بصدق يبحثون عن رسول الله وينتظرون بعثته ولكن لما استقر بهم الأمر وكثرت أموالهم واتسعت زعامة الحاخامات زعامة المراجع فخافوا إذا ما بعث النبي أن تزل زعامتهم وأن تذهب أموالهم وأن يكون الأمر كله لهذا النبي الجديد لذا حرفوا الدين وأقنعوا أتباعهم بأن النبي الخاتم ما هو من ولد إسماعيل وإنما من ولد إسحاق إنه برنامج عملي العبارة التي سيقولها البتريون لإمام زماننا صلوات الله عليه تنقل المضمون اليهودي بنحو دقيق ارجع من حيث جئت لا حاجة لنا ذك هذا هو لسان اليهود العملي فنقلوا النبوة من ولد إسماعيل إلى ولد إسحاق تحريفاً وتزييفاً إنهم يقولون له ارجع نحن لا حاجة لنا بك زعامتنا وأموالنا وأتباعنا الحكاية هي الحكاية وماذا نقرأ في القرآن أيضاً إنها الآية الحادية والعشرون بعد البسملة من سورة آل عمران إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس هؤلاء هم أتباع الأنبياء فبشرهم بعذاب أليم هذا الكلام أيضاً في سياق الحديث عن أهل الكتاب عن بني إسرائيل في الآية التي قبلها وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين إلى آخر ما جاء فيها إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق المضمون هو الذي مر علينا في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة البقرة ذلك بأنهم اليهود كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق الكلام هنا في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة من سورة آل عمران هو هو إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس هؤلاء هم أتباع الأنبياء هؤلاء هم أتباع الأوصياء إذن المعركة هي هي هناك دين الأنبياء والأوصياء والذين يتبعونهم هذا هو الدين الزهرائي في أيامنا الذي لا وجود له على أرض الواقع موجود في الكتب فقط في كتب العترة الطاهرة وهناك الدين البتري الذي يمثله الأحبار أحبار الشيعة مراجع الشيعة إنهم أطوسيون اللعناء والناس معه الحكاية هي الحكاية إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم نذهب إلى فاصل إنها الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران ضربت ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق هذا المضمون يتكرر في الآيات من أنهم يكفرون بآيات الله يكفرون بالأوصياء يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق في الجزء الأول من تفسير العياشي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية صفحة ميتين وتساطعش إنه الحديث الثاني والثلاثون بعد المئة بسنده عن إسحاق ابن عمار عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الإمام الصادق يقول والله ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا واعتداء ومعصية هذا مستوى من مستويات قتل الأنبياء والأوصية الإمام الإمام هكذا يقول والله ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا واعتداء ومعصية هؤلاء كانوا يقومون بتدمير برنامج الأنبياء والأوصية وهذا التدمير لبرنامج الأنبياء والأوصية أدى إلى قتل الأنبياء والأوصية اليهود مارسوا كل أنواع القتل مع الأنبياء والأوصية وماذا نقرأ أيضا في الآية الثالثة والثمانين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار هؤلاء هم يهود المدينة والذين جاوروا المدينة الذين قالوا إنهم يختلقون الأعذار والأعذار هذه يوحي بها إليهم أحبارهم فمثل فمثلما كان أحبار اليهود يحاربون أنبياء اليهود في زمان النبي أحبار اليهود كانوا يحاربون رسول الله الحكاية هي الحكاية وقد دبروا المؤامرات لقتل رسول الله إنهم يقتلون الأنبياء دبروا المؤامرات لقتل رسول الله لكنهم فشلوا ومؤامرات اليهود لقتل رسول الله بدأت قبل البعثة حتى حينما كان النبي صغيرا حتى حينما كان النبي في المهد لقد حاولوا قتله هذا موضوع مفصل خارج عن بحثنا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم أنبياءكم السابقون حينما طلبتم منهم ما طلبتم فعلوا لكم فلماذا قتلتموهم قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين هذا الخطاب لليهود الذين كانوا في زمان النبي القرآن يقول لهم من أنكم أنتم الذين قتلتم الأنبياء تدبروا طويلا في هذه الآية وفي الآيات التي سلفت ومر ذكرها في هذه الحلقة هذه الآيات تصب في مصب واحد الذين الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين ماذا نقرأ في الكافي الشريف هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف من طبعة دار الأسوة طهران إيران والكافي للكليني محمد ابن يعقب المتوفى سنة 328 للهجرة إنه الجزء الثاني صفحة 409 الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق هكذا قال لعن الله القدرية القدرية يختلفون في تعريفها لا شأن لي بتعريف نواصب سقيفة بني ساعد ولا شأن لي بتعريف نواصب سقيفة بني طوس الدين القدري هو دين بني أمية لعنة الله عليه من أولهم إلى آخرين إنني أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة لا شأن لي بالآخرين الدين القدري هو دين بني أمية لأن معاوية ابن أبي سفيان صنع دينا جديدا لم يلتزم بدين سقيفة بني ساعدة وإنما فرع دينا جديدا إنه دين بني أمية لعن الله القدرية هؤلاء بني أمية لعن الله الخوارج لأن الخوارج الذين أوجدوهم بن أمية الذي أوجد الخوارج معاوية وعمر بن العاص هذان الذان أوجد الخوارج وقائع صفين تشهد على هذا الأمر لا أريد أن أخوض في هذا المطلب لعن الله القدرية إنه الدين الأموي اللعين لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة المرجئة دين سقيفة بني ساعدة هؤلاء هم الصحابة والذين تبعوا الصحابة وقالوا لا شأن لا شأن لي بتعريف المرجئة عند نواصب سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي كذلك بتعريف المرجئة عند نواصب سقيفة بني طوسي بحسب دين العترة وثقافة العترة المرجئة هم الذين قالوا من أن الصحابة اختلفوا مع أهل البيت وإننا لا نتدخل بهذا الموضوع نرجئ أمر اختلافهم إلى الله وإلى رسول الله في يوم القيامة فأهل البيت على خير وصحابة على خير وإننا نأخذ ديننا من الصحابة فإنهم يفضلون صحابة على أهل البيت هذا هو دين المرجئ إنه الدين الرسمي للذين يقال لهم السنة دين المذاهب السنية العباسية هؤلاء هم المرجئة الذين أرجعوا أمر الاختلاف بين الصحابة والعترة الطاهرة أرجعوا الأمر إلى الله هؤلاء هم المرجئة في ثقافة العترة الطاهرة وهذا هو دين السنة عموما الذين يقال لهم السنة هذه التسمية لا يضحكون عليكم من أنها نسبة إلى سنة رسول الله في زمن العباسيين ما كانوا يسمون بالسنة إذا رجعنا وبحثنا في كواليس التأريخ سب علي عند بني أميته كان يسمى بالسنة فحينما يقوم إمام الجماعة وينسى لعن علي فإن المصلين من خلفه ينادون يا إمام الجماعة يا عبد الله السنة السنة لما سقطت الدولة الأموية ونشأت الدولة العباسية انتهى لعن علي بسبب انتهاء الدولة الأموية ولأن العباسيين يدعون من أن خلافتهم كانت استمرارا لخلافة علي في بادئ أمرهم حينما عرض العباسيون الخليفة الأول أبو العباس السفاح هكذا قدموا بأنه هذا هو خليفة الحاق من بعد علي بن أبي طالب رفع لعن أمير المؤمنين من المساجد الأمويون استمروا في لعن أمير المؤمنين فكان يذكر بعضهم بعضا بالسنة فسموا هؤلاء بجماعة السنة الأمويون الذين كانوا قد استمروا على سنة معاوية التي هي لعن علي وبعد ذلك صار هذا الاسم عاما لسنة عموما هذا موضوع تحدثت عن في برامج السابقة يمكنكم أن تعود إلى تلك التفاصيل لعن الله القدرية حتى تعرف أن الثقافة التي تنتمي إلى سقيفة بني ساعد والثقافة التي تنتمي إلى سقيفة بني طوس لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة وبثقافة العترة الطاهرة لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة هذا اللعن للمرجئة مرتين أحد أصحاب الإمام الصادق قال قلت لعنت هؤلاء مرة مرة ولعنت هؤلاء مرتين الإمام لعن القدرية مرة ولعن الخوارج مرة لكنه لعن المرجئة مرتين هؤلاء الذين يعتقدون بوجود خلاف بين الصحابة والعترة ولكنهم يرجعون الخلاف إلى الله وإلى رسوله مع أن القرآن واضح لأنه حين تحدث عن أهل البيت مدحهم وما ذمهم ولكن حينما تحدث عن الصحابة وعن زوجات النبي مدح الصحابة وذمهم ومدح زوجات النبي وذمهم الجهة الممدوحة فقط أهل البيت العترة الطاهرة جاءوا وأدخلوا نساء النبي في أهل البيت مع أن القرآن صريح في أن أهل البيت معصومون ونساء النبي لها توجد عصمة بخصوصهن القرآن ذم بعض زوجات النبي كعائشة وحفصة في سورة التحريم ذم شديدا فأية عصمة لنساء النبي وهذا الذم مثبت حتى في صحيح البخاري الرواية عن عمر بن الخطاب في هذا الشأن تحدثت عن هذا الموضوع وعن هذه الشؤون في برامج السابقة هؤلاء هم المرجع الذين لعنهم إمامنا الصادق مرتين قال لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين قال إن هؤلاء الإمام يشير إلى المرجع قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون ولذلك يرجعون أمرهم إلى الله فإن رسول الله سيصلح فيما بين صحابته وأهل بيته ألا لعنة الله عليه أي تحريف للحقائق وأي تحريف للدين قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة هؤلاء أصحاب العمائم من أتباع السقيفة بني ساعدة دماؤ أهل البيت متلطخة بثيابهم أما أصحاب العمائم من سقيفة بني طوس فهم ألعنوا منهم لأن الإمام الصادق يقول إنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحاب الحقائق واضحة الحقائق واضحة قال إن هؤلاء يقولون إنهم المرجئ يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة إن الله حكى عن قوم في كتابه هم اليهود لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين قال كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا وماذا نقرأ أيضا في الجزء الأول من تفسير العياش في صفحة الثالثة والثلاثين بعد المائتين إنه الحديث الثالث والثمانون بعد المائة عن محمد بن الأرقط عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول لمحمد بن الأرقط تنزل الكوفة قلت نعم قال فترون قتلة الحسين بين أظهركم هذا في زمن صادق صلوات الله بعد زمن بعيد عن واقعة الطفوف الإمام يقول لابن الأرقط هذا تنزل الكوفة قلت نعم قال فترون قتلة الحسين بين أظهركم فماذا قال ابن الأرقط جعلت في ذاك ما رأيت منهم منهم أحد لماذا لأنهم ماتوا وقتلوا في زمن متقدم فماذا قال له الصادق صلوات الله عليه قال له فإذا أنت 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 لا ترى القاتل إلا من قتل أو من ولي القتل ألم تسمع إلى قول الله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فأي رسول قبل الذي كان محمد بين أظهرهم ولم يكن بينه وبين عيسى رسول إنما رضوا قتل أولئك فسموا قاتلي اليهود في زمان النبي ما قتلوا نبيا ولكن القرآن كما مرت علينا الآيات يؤكد على أنهم كانوا قتلة للأنبياء لماذا لأنهم على دين الأحبار الذين أمروا الأجيال السابقة بقتل الأنبياء فالسمر على دين الأحبار هذه الحقيقة واضحة في الكتاب الكريم هناك دين الأنبياء والأوصياء من بني إسرائيل وهو دين الحق وهناك دين الأحبار والحاخامات وهو دين الباطل وكل هذه الآيات تحدثنا عن هذه الحقيقة القرآن يستمر في عرض الحقائق بين أيدينا نذهب إلى فاصل إذن هناك دين الأنبياء والأوصياء من بني إسرائيل وهو دين الحق وهناك دين الأحبار والحاخامات وهو دين الباطل هؤلاء صاروا قطاع طريق فيما بين عامة اليهود وبين دين أنبيائهم وأوصيائهم بتروا العلاقة فيما بين عامة اليهود وبين دين أنبيائهم وأوصيائهم من هنا نشأ الدين اليهودي البتري على يد الأحبار والحاخامات وهذا هو الذي يجري في واقعنا حيث أخبرنا أمير المؤمنين من أن تيهنا سيكون أضعافتيه بني إسرائيل في سورة الأعراف إنها الآية الخامسة والسبعون بعد المائة بعد البسملة وما بعدها حكاية بلعم ابن باعورا هذا عظيم الأحبار في زمانه ما هي مشكلة بلعم لقد وقف مع فرعون في مواجهة موسى وهو في الأصل من أتباع موسى من أحبار اليهود ومن عظماء أحبار اليهود هذا هو المرجع الأعلى الحاخام الأعلى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا حينما كان مع نبي الله مع موسى حينما كان مع وصي موسى مع هارون ولكنه صار في مواجهة الأنبياء والأوصياء الحكاية هي الحكاية هذا حال الصحابة الصحابة هكذا فعلوا الصحابة في رزية الخميس وقفوا في وجه رسول الله وعلى رأسهم عمر بن الخطاب حين قال من أن الرجل يهجر وبعد أن قتل رسول الله أرادوا قتل علي وقتلوا فاطمة وكان الذي كان الحكاية هي الحكاية واتلوا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها حينما صار في جانب فرعون في مواجهة موسى النبي واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه يبحث عن المرجعية والزعامة أخلد إلى الأرض مثلما وصف الشلمغاني نفسه وسائر مراجع الشيعة زمان الغيبة الأولى من أنهم كانوا يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجية وستمر هذا الأمر إلى هذه اللحظة إلى هذه اللحظة مراجع النجف وكربلاء يتهارشون على المرجعية كما تتهارش الكلاب على الجية التأريق يثبت هذه الحقيقة والواقع اليوم يثبت هذه الحقيقة ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب هذا هو المرجع الكلب المراجع الكلاب هؤلاء هؤلاء هم بتصنيف القرآن لا بتصنيف أنا هذا هو التصنيف القرآني للمراجع لكبار المراجع للمرجع الأعلى وأنثاله إنه المرجع الكلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهذ أو تتركه يلهذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا يأتي الأمر من الله لرسول الله فاقصص القصص يجب عليك أن تحدث بهذه القصة وأن تبين أن المرجع هذا كلب إنه المرجع الكلب وهذا هو منهج قناة القمر منهج القرآن هذا هو منهج القرآن إنه منطق علي إنكم لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وفي بداية الواقعة جاء الأمر واتل عليهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ماذا جاء في هذه الآيات من أنه مرجع كلب الله سبحانه وتعالى يريد من رسول الله أن يتلو هذا الاسم وهذه الصفة لهذا المرجع العظيم إنه بلعم ابن باعورة المرجع الكلب الله يأمر رسول الله واتل عليهم بيّن أن هذا مرجع كلب اتل هذه الكلمات واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وتستمر الآيات فتقول فمثله كمثل الكلب هذا هو المرجع الأعلى الكلب إلى أن تقول الآيات فاقصص القصص لعلهم يتفكرون هذا الكلام كان موجهاً لمن كان موجهاً للمسلمين لأن المسلمين سيكون فيهم الكثير والكثير من المراجع الكلاب إن كان ذلك في سقيفة بني ساعدة أو كان ذلك في سقيفة بني طوس هذه الآيات تتلى بين المسلمين الله حين أمر النبي في هذه الآيات واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إلى آخر ما جاء في الآيات لم تكن هذه التلاوة في أوساط بني إسرائيل في أوساط هذه الأمة وإنما جاء ببلعم ابن بعوراء مثالاً لأن الأمة سيكون فيها من هو أسوأ من بلعم مراجع مراجع الشيعة بحسب الإمام الصادق هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه جيش يزيد أسوأ من بلعم ومراجع الشيعة أسوأ من جيش يزيد إلى أن تقول الآيات ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل هؤلاء المراجع الأنعام والمراجع الذين هم أضل من الأنعام أصناف المراجع المراجع الكلاب المراجع البهائم الأنعام هي البهائم المراجع الذين هم أسوأ من البهائم هذا منطق القرآن ما هو منطقي بعد أن تمت قصة بلعام جاءت هذه الآيات وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لهم قلوب لا يفقهون بها هذا الذي يصدر فتوى بأن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة هذا له قلب يفقه ماذا تقولون أنتم أي قلب هذا أي قلب مظلم هذا الذي يصدر هذه الفتوى من أن ذكر علي يبطل الصلاة ذكر علي يبطل الصلاة ألا لعنة على فقهكم لا لعنة على فتاواكم هؤلاء هم كالأنعام بل هم أضل إذن هناك المراجع الكلاب وهناك المراجع البهائم وهناك المراجع الذين هم أسوأ من البهائم أضل من البهائم بصريح القرآن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس من أمثال بلعام السياق في قصة بلعام ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وتلاحظون من أن البداية من القلوب ومن الفقه لأنهم يدعون أنهم فقهاء لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أهذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام هؤلاء بهائم بل هم أضل أولئك هم الغافلون الآيات التي تأتي بعدها تؤكد هذا المضمون لكنني لا أجد وقتا كي أتوغل في كل هذه التفاصيل وماذا بعد حين نذهب إلى سورة التوبة فماذا نجد في سورة التوبة في الآية الرابعة والثلاثين من سورة التوبة تحذير للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل هؤلاء هم البتريون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يحاربون دين العترة لأنهم يتبنون دينا آخر إنهم يتبنون الدين الطوسي اللعين وإذا كان الحديث عن الصحابة فإنهم يتبنون الدين المرجئي اللعين يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان الكلام هنا ليس إخبارا عن مسألة تأريخية إنه واقع إنه واقع لأن الآية جاءت في هذا السياق الآية التي قبلها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه الآية تتحدث عن الزمان المهدوي وعن زمان الرجعة العظيم وإلا فمتى ظهر دين رسول الله على الدين كله لم يتحقق هذا لا في زمان رسول الله ولا بعد رسول الله إنما يتحقق هذا عند ظهور مهدي آل محمد صلوات الله عليه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله سبيل الله هو الحجة بن الحسن في سورة نفسها في الآية الحادية والثلاثين الحديث عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في تفسير العترة الطاهرة من أنهم لم يعبدوهم ولكنهم شرعوا لهم دينا حللوا لهم حلالا وحرموا لهم حراما فاتخذوهم أربابا لأنهم لم يتبعوا دين الأنبياء والأوصية اتبعوا دين الأرباب الذين هم الأحبار دين الأنبياء والأوصية هو دين الرب الواحد أما دين الأحبار والرهبان هو دين الأرباب المتعددين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هذا هو الدين البتري القذر الوقت يجري سريعا وعندي كثير من المطالب السامري نفسه صاحب العجل كان من الحاخامات من علماء بني إسرائيل السامري كان شخصا مميزا ومحبوبا في بني إسرائيل وكان عالما من علمائهم من علمائهم المبرزين من أحبارهم هو الذي ظل لهم صنع لهم عجلا وجعلهم في مواجهة الوصي في مواجهة هارون وكادوا أن يقتلوا هارون ماذا نقرأ في سورة الأعراف في الآية الخمسين بعد المئة بعد البسملة ماذا قال هارون لأخيه موسى حينما رجع موسى من الميقات قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني هذه الكلمات رددها أمير المؤمنين حينما أخرج أمير المؤمنين من بيته بالقوة إلى المسجد لمبايعة أبي بكر فلما دخل إلى المسجد نظر إلى القبر الشريف وقال مخاطبا القبر الشريف مخاطبا رسول الله ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني النبي الأعظم كان يسمي فاطمة بنت أسد يسميها بأمه كان يخاطبها يا أمه فاطمة بنت أسد كانت أما لرسول الله بحسب رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين حينما ذكر هذه الكلمات أراد أن يذكر الأمة في ذلك الزمان أو في زماننا هذا عبر الأزمنة من أن الحكاية هي الحكاية ولذا في ثقافة العترة الطاهرة هذا العنوان السامري والعجل هو هو عنوان للأعرابيان الأول والثاني أبو بكر وعمر في ثقافة العترة من جملة العناوين التي أطلقها الأئمة عليهم عنوان السامري والعجل ماذا نقرأ في سورة طاه في الآية السابعة والثمانين والتي بعدها من بعد البسملة فكذلك ألقى السامري هذا الحاخام هذا العالم المرجع فكذلك ألقى السامري صنع دينا في مواجهته دين الوصي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار الخوار هو صوت العجل عجول الشيعة لا خوار لا وأعتقد أنكم تعرفون ذلك وعجول الشيعة التي لها خوار خوارها مسخرة مسخرة فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي هذا دين جديد ونسبوه إلى موسى بالضبط مثل ما فعل الصحابة فنسبوا هذا الدين المبتدع إلى رسول الله قالوا هذا دين محمد والأمر هو هو مراجع النجف نسبوا الدين إلى العترة وقالوا هذا مذهب أهل البيت وأهل البيت لا مذهب عندهم عندهم دين دين الله هو دين محمد وآل محمد سقيفة بني ساعد سقيفة بني طوس سقيفة الجن الأزرق فليذهب إلى الجحيم هذه سقائف الشيطان هناك دين واحد هو دين محمد وآل محمد ولا يوجد شيء اسمه مذهب أهل البيت هذا هو المذهب الطوسي القذر فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى أسس لهم دينا ونسبه إلى موسى الصحابة فعلوا ذلك جاءوا بعجولهم ونسبوا الدين إلى رسول الله والأمر هو هو في سقيفة بني طوسي نصبوا أنفسهم نوابا لصاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا عن صاحب الزمان وعرضت لكم أحاديثهم في حلقة يوم أمس هل الذي تحدثوا به أو كتبوه في كتبهم عن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه له علاقة بصاحب الزمان له علاقة بدين العترة الطاهرة الحكاية هي الحكاية إنني أثير هذا الموضوع لأنني سأحدثكم في وقائع الظهور من أن إمام زماننا سيخرج أبا بكر وعمر من قبريهما وستكون وستكون هناك فتنة إنها فتنة السامري والعجل وهذا الأمر له تفصيل طرحت هذه المطالب حدثتكم عن البترية والبتريين لأنني سأتحدث عن البتريين في أحداث الظهور ولا أريد أن أبين عقيدتهم هناك قد بينتها لكم في هذه الحلقات والأمر هو هو عن فتنة السامري والعجل التي ستكون في المدينة ستأتينا التفاصيل في الحلقات القادمة من هنا فإن أمير المؤمنين قال هذه الكلمات حينما دخل إلى المسجد مخاطبا رسول الله مخاطبا القبر الشريف ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني أمير المؤمنين يخاطب رسول الله يشير إلى وصية رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وآله أوصاه هكذا قال يا علي إن القوم سيغدرون بك والحكاية واضحة من يوم رزية الخميس قال يا علي إن القوم سيغدرون بك إذا وجدت أنصارا فقاتلهم قاتلهم واقتلهم هؤلاء اللعناء إذا لم تجد أنصارا فاصبر فاصبر أمير المؤمنين قال هذا الكلام يريد أن ينبهنا إلى وصية رسول الله هذه ابن أم إن القوم ستضعفوني وكادوا يقتلونني نذهب إلى فاصل وإلى سورة الجمعة هذه التي ورد الحث على قراءتها كثيرا في الصلوات وفي غير الصلوات سورة الجمعة سورة الجمعة تبين لنا منهجين هناك منهج رجل الدين الإنسان وهو المنهج الزهرائي وهناك منهج رجل الدين الحمار وهو المنهج البتري وأعتقد أن المصاديق التي مرت علينا في حلقة يوم أمس من أوضح المصاديق لمنهج رجل الدين الحمار وهو المنهج البتري منهج رجل الدين الإنسان وهو المنهج الزهرائي في الآية الثانية بعد البسملة هذا الموضوع تحدثت عنه مفصلاً في برامج السابقة هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه الآية تختصر لنا منهج رجل الدين الإنسان إنه المنهج الزهرائي الآية الخامسة بعد البسملة تختصر لنا منهج رجل الدين الحمار هؤلاء هم المراجع الحمير المنهج البتري مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إنهم الأحبار الذين أسسوا دينا في مواجهة دين الأنبياء والأوصياء من بني إسرائيل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار ثم تقول الآية بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله هذا المثل في أحاديث العترة هو مثل لهذه الأمة وإلا فإن سورة الجمعة لا تتلى في دين اليهود في صوامعهم وفي معابدهم هذه السورة تتلى في مساجد المسلمين وفي بيوت المسلمين الحكاية كحكاية بلعم ابن باعورا إنه المرجع الكلب وهنا المرجع الحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار وهذا المثال ضرب للصحابة الصحابة هم الذين ينطبق عليهم هذا المثال في سورة نفسها وإذا رأوا تجارة أو لهوا هؤلاء الصحابة بحسب صحيح البخاري لم يبقى مع النبي إلا إثنى عشر من كل تلك الجموع لقد خرجوا جميعا من مسجد النبي والنبي كان يخطب فيهم خرجوا كي يتفرجوا على رقص العبيد والجواري وإذا رأوا تجارة أو لهوا حينما سمعوا بقدوم القافلة إلى المدينة تركوا المسجد في يوم الجمعة في وقت صلاة الجمعة حينما كان النبي يحدثهم في خطبة الصلاة أصحابة خرجوا كل الصحابة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة هؤلاء حمير أو ليس بحمير بحسب القرآن الذين يتركون رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخطب فيهم والإنصات إلى خطبة رسول الله في صلاة الجمعة إنصات واجب فهذه الخطبة جزء من الصلاة هذا رسول الله وهذه خطبته تركوا تركوا الخطبة وذهبوا يتفرجون على القافلة التي قدمت إلى المدينة ويصفقون ويرقصون مع العبيد والجواري هؤلاء حمير أو ليس بحمير فهل أن الله سبحانه وتعالى أوكل لهؤلاء الحمير أن ينتقب خليفة لرسول الله مثل ما يقولون من أن الأمر الشورى الشورى بين هؤلاء الحمير القرآن هو الذي يقول ما أنا الذي أقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار هؤلاء أسوأ من الحمار أسوأ من الحمار هؤلاء أسوأ من الحمير الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يفقهوها هؤلاء حمير فأين التوراة وأين رسول الله رسول الله فيما بينهم يخطب فيهم في صلاة الجمعة يتركونه ويذهبون إلى القافلة التجارية التي بإمكانهم أن يذهبوا إليها بعد أن تكتمل الصلاة لكنهم أسوأ من الحمير هؤلاء هم الصحاب هذا منطق القرآن ما هو منطقي وهذا هو المنطق الذي مر علينا في سورة الأعراف في سياق قصة بلعم ابن باعورا في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة لهم قلوب لا يفقهون بها هؤلاء هؤلاء هم الصحابة ولهم أعين لا يبصرون بها رسول الله بينهم يتركونه ويذهبون إلى رقص العبيد والجواري لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام كالحمير بل هم أضل بل هم أضل هذا هو واقع الأمة هذا هو واقع سقيفة بني ساعدة وواقع سقيفة بني طوسي هذا هو عن منهج البتري بترية اليهود هي هي بترية سقيفة بني ساعدة وأسوأ من ذلك بترية سقيفة بني طوسي لأن تيه الشيعة بسبب سقيفة بني طوسي يكون أضعاف تيه بني إسرائيل هذه الحقائق هل تستطيعون أن تقاوموها أن تواجهوها ما هو هذا واقعنا وقت الحلقة يجري سريعا إنني قضمت المطالب قضما وطويت كشحا عن بعضها ماذا أصنع لهذا الوقت وقسوته وشدته على برامجي إنها سورة المدثر وسأبدأ أقرأ من الآية السادسة والأربعين بعد البسملة وما بعدها من الآيات وكنا نكذب بيوم الدين من هم هؤلاء بحسب سياق الآيات إنهم المجرمون الذين سيكونون في سقار إلا أصحاب اليمين في جناتي يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقار قالوا لم نك من المصلين إلى أن يقولوا وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أتانا اليقين يعني الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة حمير حمر مستنفرة فرت من قسورة في أحاديث أهل البيت هؤلاء هم المرجع هؤلاء هم البتريون أقرأ عليكم مما جاء في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجف الاسترابادي من أعلام القرن العاشر الهجري وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة سبعمائة وستة وثلاثين من حديث طويل إنه الحديث السادس مروي عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه وقوله وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ قَالَ بِيَوْمِ خُرُوجِ الْقَائِمِ لأن أيام الله ثلاثة يوم القائم وهو أيضا يوم القيامة وهو يوم الدين أيضا وهو يوم الساعة أسماء يوم القيامة تنطبق على يوم القائم وتنطبق على يوم الرجعة ولكن كل يوم بحيثياته ومقاماته وخصوصياته إلا أن أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى وكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ إمامنا الصادق يقول بيوم خروج القائم فما لهم عن التذكرة معرضين قال يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كأنهم حمر وحش حمر وحش إنها الحمير التي تكون في الصحراء الحمير الوحشية ما هي بأليفة تربى في البيوت كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته وكذا 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 أعداء آل محمد وهناك في بعض النسخ وكذلك المرجئة لأن الحديث هنا عن المرجئة والبترية وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق ينفرون من الحق هذه حقيقة شخصيا رأيت هذا بأم عيني في تجربة طويلة في التبليغ والمحاضرات والتدريس في شؤون ثقافة العترة الطاهرة حينما كنت أتحدث في العديد من المجالس ومن الحضار من أصحاب العمائم الكبيرة إذا ما تحدثت بحديث معمق عن العترة الطاهرة أرى وجوههم تتغير وبالتعبير الشعب العراق يحوصون ما يقدر يبقى قاعد على نفس القاعدة يظل يحوص تدرون لي أكدودة 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 هناك دودة والبعض منهم يترك المجلس يعتذر بعذر كاذب ويخرج لا يتحملون أن يصل إلى مسامعهم حديث العترة الطاهرة كأنهم حمر مستنفرة والله كنت أرى هذا المعنى عياناً أمام عيني في تلك المجالس كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة لا يستطيعون أن يردوا علي لأنني سأأكلهم سأكلهم بالنصوص والحقائق فماذا يفعلون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق هؤلاء هم البتريون لعنة الله عليهم ماذا فعلوا بنا ماذا فعل بنا المرجئيون والبتريون والمقصرون أعتقد أن الصورة صارت واضحة بعد كل هذه البيانات لكن بقيت وثيقة مهمة إنها رواية التقليد التي سأقف عندها يوم غد في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى صار واضحا لدينا هناك صناعة شيطانية بامتياز إنهم البتريون اللعناء النتاج الشيطاني النجس القذر وهناك صناعة مهدوية فائقة رائقة إنهم الزهرائيون النتاج المهدوي المتميز المتميز بكل جمال لا من قبلهم إنه جمال الصناعة المهدوية هذا هو جمال محمد وآل محمد هذا عطاء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه جمال الحكمة وجمال العلم وجمال المعرفة وصار واضحا لدينا من خلال الوثائق والمعطيات التي عرضتها بين أيديكم في حلقة يوم أمس والتي قبلها صار واضحا من أن الثقافة البترية اللعينة هي الثقافة السائدة في النجف وكربلاء وفي الواقع الشيعي عموما في العراق وغير العراق وعلى عينك يا تاجر الوثائق وضعت بين أيديكم الحكم إليكم احترموا عقولكم وصار واضحا هناك ارتباط وترابط فيما بين بترية اليهود وكيف أن أحبار اليهود مراجع اليهود صنعوا دينا في مواجهة دين الأنبياء والأوصياء وهذا هو الذي فعله الصحابة في سقيفة بني ساعدة وفعله المراجع الطوسيون اللعناء في سقيفة بني طوسي والحقائق صريحة واضحة ما بين القرآن وحديث العترة وما جاء في التأريخ والسيار وما هو أمام أعيننا على أرض الواقع وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نواصل الحديث حلقة يوم غد مهمة جدا 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 نلتقي غدا على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي طوسيون هم 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 عمائم النجف وكربل طوسيون هم هم بتريون هم والهوى والهوى بتريون أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر